اختتم الناخب الوطني لوكاس الكاريس جولته الأوروبية رفقة عضو المكتب الفيدرالي حاكم الدان بملاقة لاعب بورتو يسين إبراهيمي تمكن من خلالها من مقابلات 17 لاعبا ومشاهدة 6 مباريات في أقل من أسبوع وأكد الكاريس في بيان على الموقع الرسمي للفاف أنه تم الاتصال هاتفيا ببقية اللاعبين الذين تعذر عليه مقابلتهم فيما اعتذر ثلاث لاعبين من الناخب الوطني لأسباب اختلفت بين العلاج بالنسبة لكل مريض بودبوز وإسحق بالفضيل والالتزام مع فريقه بالنسبة لوليد مسلوب